اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعدها بعشر دقائق فقط تمكن البديل احمد خليد من تجهيل هدف التعادل الامارات من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل ليحصد كل فريق نقطة واحدة بانتظار اللقاء الاخر بنفس المجموعة والذي سيجمع يوم الغيط بين تايلاند والهند وتنطلق غضا ايضا مباريات المجموعة الثانية بإقامة لقائين يجمع الاول بين استراليا حاملة اللقب والاردن كما يواجه المنتخب السوري في المباراة الثانية نظيره الفلسطيني تعادل بين الامارات والبحرين بافتتاح بطولة كأس اسي 2019 والتي تستضيف الامارات العربية المتحدة بهدف لهدف نعم المنتخبان قصى شريط الافتتاح ونال كل فريق نقطة واحدة اول نقطة لكل فريق الحصاد كان مر على صاحب الارض ان يتعثر في بداية مشواره في البطولة بالتعادل ورغم انه كان خاسرا حتى الدقائق الاثني عشر الاخيرة لكنه ادرك التعادل من ضربة جزاء مشكوك في صحتها طبعا احمد خليل نجح بادراك التعادل للمنتخب الاماراتي بعد ما نزل كابديل بالشوط الثاني في الشوط الاول ايضا لاحظت فرص قليلة لكده المنتخبين ابرز فرصة اسماعيل حمادي عندما تقريبا انفرد بالحارس وكان بامكانه التمرير لزميله لكن ارتأى انه يسدد وارتطمت الكرة بالحارس وخرجت خارج الملعب والفرصة الابرز للمنتخب البحريني ركلة حرة مباشرة سددها اللعب البحريني خرجت فوق العرضة نعم شوط اول فقير فنيا في كل شيء ندرت الفرص في هكذا مباريات افتتاحية عادة ما تكون المباريات افتتاحية فقيرة فنيا ونتيجة الحذر ورغبة الفريقين في الحفاظ على نظافة شباكهما طبعا والبطولة سبقتها حفل افتتاح قصير نسبيا 13 دقيقة او اكثر بقليل تضمن التعريف عن الواجهة الحضارية للخليج والكرة الخليجية ودولة الامارات المستضيفة لأكبر حدث خليج او عفوا اسيوي في التاريخ 24 منتخبا واحد عشر منتخب عربي يشارك للمرة الاولى في هذه البطولة القارية الحقيقة منتخب الامارات باعتبار انه مستضيف البطولة بمباراة الافتتاح لم يحقق الانتصار ونجح المنتخب البحريني ما اعرف كيف بدي سميع عبد جوباري البحرين هي اللي نجحت بخطف التعادل للامارات اتوقع الامارات هي التي نجحت باعتبار البحرين نتيجة بتعتبر ايجابية للامارات اكثر من البحرين طبعا خطف التعادل من المنتخب البحريني الذي مدربه كان يتمنى فقط ان ينجو من هذه المباراة الافتتاحية لينافس بقوة على صدارة المجموعة الاولى باعتبار انه بقية المنتخبات باعتقد تايلاند والهند بإمكان منتخب الامارات تخطي هذان المنتخبان طبعا ستجري هذه المباراة استكمالة لمباراة المجموعة الاولى الجولة الاولى للمجموعة الاولى يوم الغد طبعا يوم الغد ايضا سنشهد المباراة الاولى للمنتخب السوري عندما يواجه منتخب فلسطين نعم المنتخب السوري في مواجهة اتوقع ستكون سهلة نسبيا بمواجهة المنتخب الفلسطيني الذي يظهر للمرة الاولى في المسرح الاسيوي طبعا المنتخب السوري يمتلك لعبين على مستوى عالي كالنجم الهداف عمر الصومة والهداف وأفضل العافية في آسيا سابقا عمر خريبين بإمكان المنتخب السوري تخطي منتخب فلسطين إذا نجح اللاعبين ونجح المدرب بخلق توليفه يقارع من خلال منتخب فلسطين لكن فرق الإمكانيات أعتقد المنتخب السوري أقرب نعم رغم التصريحات المدرب الفلسطيني الجزائري نور الدين ولد العلي قال أنه لن يكون ضيف شرف على البطولة ولكن هيهات وشتان ما بين نسور قاسيون مستوى نسور قاسيون وأيضا المنتخب الفلسطيني وذكرنا في حلقة الأمس أن مجرد مشاركة المنتخب الفلسطيني في هكذا بطولة هو إنجاز بحد ذاته للكرة الفلسطينية طبعا حتى النجم عمر السومة بتصريحات بالمؤتمر الصحفي اللي سبق المباراة تحدث عن التنظيم المميز لدولة الإمارات لبطولة أمم آسيا وحتى وصفها بأنها أجواء مشابهة لأجواء كأس العالم أتوقع هو وصف مبالغ فيه لأنه لم يرى كأس العالم ولم يشاهد نعم شهدنا حفل افتتاح سطوري لكأس العالم في روسيا 2018 بينما هلأ ذكرنا أن الافتتاح كان متواضعا مبسطا ولكن معبرا عن الكرة الأسيوية لأن الافتتاح في القارة الأسيوية دائما لا يتجاوز الربع الساعة تقريبا توقعاتك عبد جبار لمباراة سوريا وفلسطين أتوقع الفوز سوري بفارق هدفين أو ثلاث نتمنى هذا الشيء المباراة الأخرى أيضا عبد جبار ستلتقي أستراليا مع الأردن بمباراة أقرب لحامل اللقب هي قمة مباراة المرحلة في المجموعة الأولى الجولة الأولى من المجموعة الثانية المنتخبان جاهزان تماما ورغم أن المنتخب الإسترالي هو الأقرب للفوز نظريا طبعا نعم يعني هل بإمكان المنتخب الأردني مفاجأة الكنجر الإسترالي؟ بإمكاني كل الأوراق غامضة حتى الآن سنشاهد فقط بمجرد رؤيتنا للمنتخبات ومشاهدة المباراة الأولى للمنتخبات سنعرف مستوى كل الفرق سواء كانت جيدة أو متوسطة شاهدنا المنتخب الإماراتي ظن الجميع أن المنتخب الإماراتي سيحقق الفوز على المنتخب البحريني ولكن دائما المواجهات الخليجية ما تحفل بالتعادلات طبعا تغطيتنا مستمرة للحدث الأبرز وهو بطولة أمم آسيا بالأيام القادمة ننتقل للمحور الثاني بحلقة اليوم اللي هو الدوري الإسباني ولكن بعد الفاصل عادت عجلة الدوري الإسباني لكرة القدم للدوران من جديد بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة حيث تستكمل غدا الأحد مباراة الجولة الثامنة عشرة بإقامة أربع لقات وفي أبرزيا يستقبل ريام دريد في ملعبه ريال سوسيداد فيما يحل برشلون ضيفا ثقيلا على ختافي بعد تعادله الأشبه بالخسارة مع فياريال في المباراة المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة يستقبل ريال مدريد المتوج بلقب مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه ريال السوسيداد الخامس عشر النادي الملكي سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهير التواقع للاحتفال بفريقها المتوج باللقب العالمي وخاصة بعد استعادة لعبيه الثقة بعد نصف موسم معقد شهد إقالة مدربه جولين لوبي تيجي وسيصعى سولاري وتلامذته لتصحيح مسارهم بالمسابقة المحلية بعد تعثرهم في ملعب فياريال أما الضيف ريال سوسيداد فهو الآخر يمر بمرحلة عدم استقرار وتوازن ويحتل مركزا متأخرا برسيد تسع عشر نقطة وكان قد سقط في ملعبه بالجولة الماضية أمام ديبور تيبو آلافيس بهدف عموما تبدو كفة الميرينغي أرجح في تحقيق الفوز للبقاء قريبا من القمة وفي مباراة السهرة يحل الفريق الكاتالوني ضيفا ثقيلا على ختافه في ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريس ويأمل بارشلونا في تحقيق الانتصار لمواصلة صدارته وبالتالي للفوز بلقب بطل الخريف الشرفي فهو يتصدر الترتيب حتى الآن برسيد سبعة وثلاثين نقطة ومن المتوقع أن يعول مدربه أرنيستو فالفيردي كالعادة على هدافه ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على أمل انتزاع نقاط ثلاث وتحقيق الفوز الخامس تواليا والمباراة تبدو أقرب للبارسة الذي يملك أقوى خط هجوم في الدوري والذي سجل حتى الآن ثمانية وأربعين هدفا رغم معاناته الدفاعية في أغلب المراحل السابقة بالدوري في المقابل سيسعى صاحب ضيافة ختافه إلى عرقلة مسيرة حامل اللقب لتحسين موقعه على سلم ترتيب اللاليغا وهو الذي يمتلك ثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد دفاع أتلاتيكو مدريد ورغم ذلك فأن الفريق الكاتالوني لم يخسر في معقل ختافي منذ ثماني سنوات وكان برشلونة قد حقق الفوز بالموسم الماضي ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد فيما تعادل الفريقان إيابا من دون أهداف في كامب نو نعم مباريات قوية غدا عجلت قطار الدوري الإسباني انطلقت بمواجهات مثيرة وسيعود قطار برشلونة للانطلاق مرة أخرى وأيضا ريال مدريد بطل أندية العالم للمرة الرابعة غدا بمواجهات مثيرة والمثير أكثر من هذا وذاك هو لقاء إشبيليا مع أتلاتيكو مدريد مباراة قمة الجولة الثامنة عشر وقبل الأخيرة من مرحلة الزهاب بين الثاني وثالث الترتيب فعلا عودة الدوري الإسباني وكما يقال العود أحمد مباريات مثيرة بالجولة الثامنة عشر لليغا التي انطلقت يوم أمس بإقامة لقاءين ليفانتي وجيرونا وأسبانيول وليغانيس تعاد لليفانتي مع جيرونا بهدفين لهدفين وتغلب أسبانيول على ليغانيس بهدف دون مقابل اليوم استكملت الجولة حيث تغلب رايو فاليكانو بأرض بلد الوليد بهدف نتيجة مفاجعة جبار باعتبار أن بلد الوليد يقدم نتائج مقبولة بالفترة الأخيرة اللهي الجولات الأخيرة للبلد الوليد متعثرة جدا ودائما ما كان في بداية مجيء رونالدو واستلامه الدفت أو أن أصبح مالك لنادي بلد الوليد قدم مباراة مميزة مع ريال مدريد ولكنه بعد ذلك خفت بريقه وأصبح يخسر وخسرته مع رايو فاليكانو متذيل للترتيب وأحد فرق المؤخرة خير دليل على ذلك أيضا سبانيول استعاد توازنه وحقق فوزا على ليغانيس بهدف مقابل لا شيء طبعا النتيجة الأبرز لمباراة اليوم هو فوز ألفس على فالانسيا بهدفين لهدف ليرتقي ألفس مؤقتا إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة خطف المركز الرابع مؤقتا من ريال مدريد بانتظار مباراة الريال يوم الغد نعم نتيجة منطقية قياسا على حالة الفريقين في هذا الموسم باتبار ألفس ينافس على بصراحة ينافس على لقب دوري كان في المراحل السابقة في المركز الثاني ثم الثالث والرابع ولكن فالانسيا في المراكز المؤخرة في هذا الموسم رغم أنه لعب دوري الأبطال والآن سيلعب في الدوري الأوروبي فعلا تراجع مخيف بمستوى خفافيش فالانسيا نتحدث عن مباراة يوم الغد اللي كما رأينا بالتقرير ستشهد أربع لقاءات أبرزها لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد وخطافي مع برشلونة وأيضا إشبيليا مع أتلاتيكو مدريد أبرزها إشبيليا وأتلاتيكو مدريد إشبيليا وأتلاتيكو مدريد من أبرز اللقاءات طبعا مباراة إشبيليا وأتلاتيكو مدريد بين الثالث والثاني طبعا تعثر الفريقان لمصلحة المتصدر برشلونة وسيقدمان هدية لبرشلونة في حال تعادلهما وفوز أحدهما عن الآخر سيعني اقترابهما أو تذليل الفارق مع برشلونة طبعا برشلونة يغرد في الصدارة برصيد 37 نقطة يليها إشبيليا ومثلما إشبيليا 32 نقطة أيضا ريال مدريد في مواجهة باعتقد لن تكون سهلة أمام ريال سوسيداد لكن مركز سوسيداد وهو يقدم مستويات متواضعة وريال مدريد منتشي بعد عودته من الإمارات بلقب كأس العالم للأنديا لمرة رابعة ولكنه تعادل فعلا تعثر في المرحلة الأخيرة كان متقدما بهدفين مقابل الهدف واحد ولكن هفوة دفاعية كلفت الميرينجي خسارة نقطتين كان سيحصد النقاط الثلاث مع ذلك أتوقع أن ريال مدريد سيكون في الموعد ويحقق الفوز نعم برشلونة أيضا سيحل ضيفا ثقيلا على ختاف الفريق المدريدي الصغير باعتقد برشلونة بقيادة ليونيل ميسي يعني عم يبدع ليس فقط في هذا الموسم أو بالمواسم الماضي أيضا نعم برشلونة يتصدر الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارده وسيعول كالعادة على نجمه ليونيل ميسي هدف الليغة حتى الآن أيضا كان في الموسم الماضي هدف الدوريات الأوروبية وهذا الموسم يحتل هدف الليغة بخمس عشر هدفا وأيضا يلعب مع ميسي نجوم بارزين كسواريس طبعا برشلونة بإمكانه الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث باعتبار فارق الإمكانيات كبير بين برشلونة وبين ختافي أيضا مباراة أخرى بين إيبار وفياريال فياريال اللي خطف نقطة ثمينة من فم النادي الملكي بتعادله معه بهدفين لهدفين وإيبار عادة ما يحقق بعض النتائج المفاجئة كفوزي على ريال مدريد نتذكر فوزه على ريال مدريد أحيانا يفاجه هذا النادي الصغير نسبيا بالمقارنة مع الأندية العملاقة في إسبانيا فقط نشير أن برشلونة لم يخسر منذ ثمانية سنوات في معقل ختافي غالبا ما كان يحقق برشلونة الفوز في ملعب ختافي نتصور في الموسم الماضي تعادل برشلونة في كامبنو لكنه فاز في ملعب ختافي طبعا المباراة أقرب بشكل كبير لبرشلونة الفارق بين برشلونة وريال مدريد عبد جبار هو سبع نقاط هل ممكن أن نرى ريال مدريد في الجولات القادمة يستطيع منافسة برشلونة رغم الفارق الكبير فعلا أداء ريال مدريد محير لجميع الأشياء تشوفه مرة فوق ومرة تحت نعم بعد عودتي من كأس العالم وحلولي في المركز الأول وتتويجي بلقب العالمي عاد ليتعثر من جديد أمام فيا ريال طبعا الحديث يطول عن الدوري الإسباني غدا أيضا سنتابع الدوري الإسباني ننتقل إلى ملف الكرة الطائرة في أقليم الجزيرة ولكن بعد الفاصل أسلل السيتار عن منافسات دوري إقليم الجزيرة بالكرة الطائرة لموسم 2018-2019 وتويجي نادي أهل عامودة باللقب للموسم الثاني على التوالي ففي صالة الرياضية بعامودة وبحضور جماهيري كبير تقدمهم مسؤولو هيئة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي في أقليم الجزيرة جدد نادي أهل عامودة الفوز على جاره نادي الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة وبعد نهاية المباراة تم توزيع الجواز على الكرق الفائزة بالدوري حيث تويجي نادي أهل عامودة بالمركز الأول تلاه نادي الصناديد بالمركز الثاني في محتلة نادي الأسايش المركز الثالث كما نال اللاعب كاوى صلاح من نادي أهل عامودة جائزة أفضل لاعب في الدوري تتويجي نادي عامودة رسميا طبعا هو تويجي منذ المراحل الماضية لكن اليوم تم تقديم الميداليات والكؤوس لفريق نادي أهل عامودة كبطل لدوري قريم جزيرة بكرة الطائرة نعم أهل عامودة فعلا استحق اللقب هو منفرد بالصدارة من المرحلة الأولى وحتى الآن لم يترك الصدارة وهو بالتالي يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق واليوم جدد فوزه على نادي الاتحاد جاره في عامودة بثلاثة أشواط طبعا أهل عامودة وأيضا نال لعبه كاوا صلاح لقب أفضل لاعب في البطولة رغم هيمنة نادي أهل عامودة على بطولة دوري الأقليم لكرة الطائرة على جبار إلا أنه الغريب بتوزيع الجوائز الفردي على جبار هو نيل كاوا صلاح فقط لجائزة أفضل لاعب وباقي الجوائز ذهبت للعبين في أندي أخرى رغم أنه تألقوا لعبين هذه أهل عامودة بالتأكيد فعلا كانت مفارقة فريق يسيطر من الباب للمحراب من الجلد للجلد لا ينال سوى كاوا صلاح أفضل لعب أفضل ضارب كان لفريق الصناديد عبد المجيد المحمد أفضل معد حسين المحمد وصناديد طبعا المركز الثاني أيضا لهم كل التحية وأثناء باعتبارهم نالوا المركز الثاني لولا خسرتهم مع أهل عامودة لكان لهم منافسة جدية مع نادي الأهل عامودة نعم يعني كما تفضلت عبد جبار أفضل معد حسين المحمد من نادي الصناديد الأفضل ضارب اللاعب عبد المجيد المحمد من الصناديد اللاعب المثالي ناله اللاعب فرهاد شحادي لاعب نادي الأصايش أفضل ليبرو اللاعب جوان يوسف من نادي برخدان يعني المقصود عبد جبار أنه رغم أنه نادي عامودة يسيطر على بطولة قليم جزيرة لكرة الطائرة من الباب إلى المحراب كما تفضلت من الجلد لجلد لكن الجوائز الفردية ذهبت لكاوة صلاح فقط كأفضل لعب نعم وأتوقع أنها جوائز طردية لبقية الأندية حتى هكذا ارتعى لجنة الدوري يعني مشارك مثل ما بيقولوا ما بيزعلوا حدا يعني بالتأكيد أتوقع أن نادي كل لعبي نادي أهل عامودة ما احترامنا لكل اللاعبين في أنديتنا الحبيبة لكن أهل عامودة كل اللاعبين كانوا يستحقون على حسن جود باردرباس كانوا من أميز اللاعبين في طوال مراحل الدوري كانوا يقدمون مباريات قوية جدا وكانوا يحصدون النقاط المباريات منذ المرحلة الأولى وحتى الآن انتصارات متتالية حتى السجل خالي من الخسارة من الخسارة طبعا ليس انتقاصا من بقية اللاعبين أيضا لاعبين نادي الصناديد لعبين مميزين وحتى نادي الأسايش اللي شهد مستوى الأسايش تطور كبير بالفترة الأخيرة حيث أنهى الدوري بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة نادي عامودة أنهى الدوري بالصدارة برصيد 52 نقطة نادي الصناديد أيضا بالمركز الثاني برصيد 45 نقطة طبعا الجولة الثامن عشر والأخيرة افتتحت يوم الخميس بإقامة لقائين جمع الأول بين الصناديد وقامشلو تغلب الصناديد على قامشلو قانونيا ثلاثة صفر باعتبار أنه نادي قامشلو لم يحضر للعب المباراة وأيضا تغلب برخودان على براتي بثلاثة أشواط لشوطين والجمعة استكملت المرحلة بلقاء سريكانية مع عمال الجزيرة نتيجة مفاجئة فوز سريكانية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد أيضا تغلب على جودي نتيجة متوقعة بثلاثة أشواط لشوطين وأهل عمودة كما ذكرنا الآن في التقرير الفوز بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ولكن الشيء الجميل الذي تابعناه من خلال حفل توزيع الجوائز أو الميداليات أن نادي الصناديد قدم درع تذكاري بمناسبة فوز أهل عمودة بلقب الدولي هذا العمل فعلا مشجع روح رياضية جميلة الفريق الثاني يقدم هدية للأول طبعا روح رياضية جميلة نتمنى أن تستمر في المواسم المقبلة ويجب أيضا أن نمنح نادي الصناديد حقه نادي الصناديد من الأندية القوية في قليم الجزيرة ومنافس دائم لنادي أهل عمودة ونتمنى بالمواسم المقبلة دخول أندية الأصايش وجودي وعمال جزيرة وحتى كل الأندية لخط المنافسة لأنه مثل ما بنعرف كلما اتسعت رقعة المنافسة بنهاية المطاف يصب لصالح كرة الطائرة في الأقليم طبعا أهل عمودة تغلب على الاتحاد بدير بمدينة عمودة بثلاثة أشواط دون مقابل رغم أنه نادي الاتحاد أيضا يمتلك إمكانيات مقبولة نوعا نعم لكنه لا يقارر مع نادي أهل عمودة ولعبيه المميزين كان في مباراة الذهاب حقق الفوز لكن بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين ولكنه في هذه المباراة حقق الفوز بثلاثة أشواط مقابل لا شيء مباراة كانت حافلة ومثيرة بالحضور الجماهيري وممثلي عن قيادات الاتحاد الرياضي وممثلي عن هيئة الرياضة والشباب في أقليم الجزيرة كلهم استمتعوا بأداء فريقي أهل عمودة وعمودة عاصمة أقليم الجزيرة بالكرة الطائرة كما أسميها دائما عمودة فعلا هي عاصمة الكرة الطائرة بأقليم الجزيرة كما هي قامشلي عاصمة كرة القدم نعم أيضا نادي الأصايش نتحدث عنه قليلا تغلب على نادي جودي بالمرحلة الأخيرة بثلاثة أشواط لشوطين ونال لعبه فرهاد بشحادة اللعب المثالي بالبطولة أيضا نادي الأصايش بعتقد عبد جبار بالمواسم القادمة سيكون له شأن بكرة الطائرة في أقليم الجزيرة أتوقع فعلا المنافسة ستشتد ومع التعاقدات التي بدأت منذ نهاية الموسم الحالي هناك التكهنات بانتقالات عديدة من خاصة من لعبي نادي أهل عمودة باعتبارهم جذب الأنظار وخاصة اللعبين المميزين في الفريق أتوقع سنشاهد تشكيلة مغايرة لأهل عمودة نتمنى أن الوصول للقمة الصعب والحفاظ عليها أصعب نتمنى لأهل عمودة ولبقية الأندية التوفيق وتدعيم خطوطها بلعبين مميزين أمثال كاوى صلاح وجودكار وعلى من العمالقة الذين يلعبون ووجوده في دور الأقليم مكسب لكل اللعبين بصراحة طبعا توزع لعبي نادي أهل عمودة على الأندية الأخرى سيطفي على المنافسة روعة أكثر وجمالية أكثر باعتبار أنه ستزداد رقط المنافسة بنهاية المطاف ألف مبروك لنادي أهل عمودة ولكل القائمين على هذا النادي اللي بالحقيقة يمثل بقوة كرة الطائرة في الشمال السوري وفي إقليم الجزيرة ومرحل لبقية الأندية وخاصة الصناديد والأسايش وعمال الجزيرة وغيرها من الأندية فعلا كانت في الموعد وقدمت موسم مثالي وتوجب بنهايته أهل عمودة نبارك له ويبدو أننا وصلنا لنهاية حلقة شكرا جزيلا لك على الجبار والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدنا الكرام على طيب وحسن المتابعة إلى اللقاء دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة